عليكم السلام أحبتي أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اسألوا أحمد صبح من صور السؤال في هذه الحلقة عن كلمة بطانة والحقيقة يعني سؤال طويل شوية من أحد الأحبة يقول كتابك المسكوت عنه من تاريخ الخلفاء الراشدين هز تفكيري كباحث في التاريخ الإسلامي وتعجبت من استشهادتك القرآنية التي تؤكد أن الفتوحات العربية ليست من الإسلام في شيء وعجبت من تحليلك القرآن والتاريخ والذي وصلت به إلى أن الذين مرضوا على النفاق هم الذين تولوا زمام الأمور بعد موت النبي محمد عليه السلام وأنه قالت الفتوحات لي سؤالين يمرضوا لي سؤالان حول آية سورة التوبة ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم الأمية واحد من سورة التوبة والتي نزرت قبيل موت النبي وتخبر عن الذين مرضوا على النفاق ولم يكن النبي يعرفه وأنهم ستعرضون لعذاب مرتين في الدنيا ولن يتوبوا وسيواجهون العذاب العظيمة في الآخرة هذا موضوع خطير يطرح سؤالين السؤال الأول لماذا لم يأتي في القرآن الكريم خبر عنهم قبلها يحذر منهم السؤال الثاني إذا كان هناك تحذير منهم في القرآن الكريم قبل ذلك فما هو المستفاد من هذا التحذير ولماذا لم يستفد منه المؤمنون المخلصون حول النبي عليه السلام الإجابة أقول أولا جاء تحذير منهم في قوله جل وعلا في سورة آل عمران من الآية 18-120 يا أيها الذين أمنوا لا تتقذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قبلت الوغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقدون هأنتم أولئ تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنام لذين الغيظي كن موتوا بغيظكم إن الله عليهم ذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط يعني عن هذه الآيات الكريمة من سورة ألا عمران أقول سورة ألا عمران نزلت بعد هزيمة النبي في غزوة أخرى وفيها كلام عن هذه الموقع وفيها إشارة لانتصار بدر وتذكير به في قول جل وعلا في الآيات التالية وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع العليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعاد الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصاركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون يعني أن التحذير من هذه البطانة التي ليست مؤمنة في قلوبها نزلوا وكرا في المدينة ونراحظ في هذا التحذير التحذير منهم أنه جاء الآتي وصفهم بأنهم بطانة من دونكم البطانة يعني ليست ليست من الشيء يعني يلتصقون بكم وليسوا منكم وليسوا في مستواكم من الإيمان والأخلاق وبعدين وصف سرائرهم وصف الله جل وعلا سرائرهم وخلوبهم فقال لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في إيقاع الخبل بينكم والخبل هو الفتنة والنقص والهلك وبعد كده ودوا ما عندتم أن يحبون لكم الشدائد والمضايقات وبعدين وصف القليل مما يعبر عن ضغائلهم اللي هو قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بعين لكم الآيات لعلكم تعقلون وبعدين تمسسكم حسنات تسؤهم وانتصبكم سيئة نفرحوا بها وبعدين نجاحهم في خداع المؤمنين ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وبعدين مهارتهم الفائقة في النفاق وإذا لكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور واضح جدا أن التحذير جاء منهم في هذه الآيات للمؤمنين ولم يحذرهم المؤمنون بل العكس فإن أولاك المنافقين هم الذين فهموا هذا التحذير وشاهدوا آيات القرآن الكريم تنزلوا تفضحوا المنافقين الصرحاء لذا فأولاك الذين مردوا على النفاق مردوا على النفاق ضبطوا ألسنتهم وكلامهم بحيث حتى لا تنزل فيهم آيات تفضحهم كتموا نفاقهم وعاشوا به وصاروا أعمدة أهل المدينة بمكوثهم فيها وحب الناس إليهم وتجمعهم وقربهم حول النبي بانما تضاءلت مكانة المنافقين الصرحاء من الأوس والخزرد وفي النهاية نزل فيه قول الله جل وعلا ومن من حولكم من الأعرابي منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم هذا أولا ثانيا ما هو المستفاد يعني قوله جل على ومن حولكم من الأعرابي منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن وعلاهم سنعذب مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم هو خاص بزمانه ومكانه ومن حولكم من الأعراب يعني هذا موضوع خاص في ذلك الوقت بالزمان والمكان ووقت النبي محمد عليه السلام وينطبق على الذين مردوا على النفاق ومصيرهم في الدنيا ومصيرهم في الآخرة وقد تحقق هذا في جريمة الفتوحات والانتقام الإلهي منهم في طاعون عمواس ومجاعة الرمادة وقبل هذا وفي صورة مكية صورة الأنعام أنبأ رب العزة جل وعلا بكفر قوم النبي يعني معظم قوم النبي وأنهم سيدفعون الثمن في حرب آلية أو في الفتنة الكبرى قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم كلوا القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعط انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل شبا لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون ده الآيات من 65 إلى 67 المكر بتاعهم مكر القريش إلا هم الذين يعني واذا مكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرونه ويمكرون الله والله خروا الماكرين قال لك يعني هل نقتله هل نسجنه هل نخرجه فقالوا والله إحنا أحسن حاجة عشقات ما نختلف شي لو أتلناه أو إيجا سجنناه وإيجا أصحاب يطلعون ونبقى في حرب أهلية لأن محمد عليه السلام يعني من بني هاشم يعني هي أكبر الأسر الموجودة هم وبنوا أمية فأحسن حاجة قال لك نطرده أو نضعه يعني طحت ظروف تجعله يفضله أن يهاجر وبعدين قال لك طيب إفرض هاجر وعمل دولة قال لك لا نبعت مع ناس يكونوا حواليه وبعدين إذا نجح يبه هم ياخدوا الحكم بعده وإذا لم ينجح يبه إحنا أمنا شر فهذا هو الذي حدث إذن يعني قول سبحانه وتعالى يعني عن الذين مرضوا عن نفاق في الآية 101 من سورة التوبة هو خص بمكانه وزمانه لكن الذي ليس خصا بمكانه وزمانه هو الذي جاء في سورة آل عمران وحتى وهنا بقول يا أيها الذين آمنوا والذين آمنوا يعني تنطبق في كل زماية ومكان حيث يوجد الذين آمنوا وهنا الخطاب مباشر من ربنا سبحانه وتعالى يا أيولا زمنوا لا تتقطوا بطانة من دونكم لأنونكم قبالا إلى آخر الآيات فهذا ينطبق على أي الذين آمنوا في أي زمان وفي مكان وأنا نفسي شهدت هذا يعني كأهل القرآن هناك من دخلوا فينا وكانوا عملاء للأمن بطانة من دوننا ليألوننا خبالا ويعني تسببوا في كثير من المصائب فحين أقرأوا هذه الآيات أرىها تتحقق في حياتي شكرا أحباتي وعليكم السلام